2008 و2010 كان فيهم بيكسب بجيل وخلال البطول اللي بعدها بيطعم بأسماء ويخرج أسماء وما تحسش بحاجة المستوى بيتحسن كابتن حسن شحاتها عدة على آخر نجاح ليه عشر سنين ألهلكم أنا لسه بذاكر ولسه قادر ولسه عايز أدي لبلدي فاشكروا وسألوا شايف نفسك فين يا كابتن حسن وأتمنى أن تعتمدوا على نجاحاته لأن احنا محتاجين اللي عندهم الأسماء والنجومية والزهن الحاضر والتحليل والتخطيط وما حدش عنده ده قد الكابتن حسن شحاتها خلينا نروح معاكم لنقطة تانية وهي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مباراة خلصت اتنين اتنين والتفاوت تواضح والحياة بن مباراة عما لا تفرج على الماتش وبشوف بعض اللقطات لأن انت وقت الماتش كده على الهواء بتشوف لقطة بتركز فيها بس بتنسى بعض التفاصيل فبتحتاج تتفرج المرة التانية والتالتة والربعة وفي كل مرة بتلاقي حاجات مختلفة لفت نظري امبارح فيه أبرز ما لفت نظري الشوت التاني دور شيكابالا شيكابالا هو مش بس سجل هدفا وصنع آخر شيكابالا هو كان المحرك الرئيسي لنادي الزمالك في أي خطورة حصلت اتجاه مرمى الأهلي لو في نص الملعب بدأت مؤشرات خطورة للزمالك شيكابالا هو السبب بضغطة بانطلاقة بسرعة بمروغة بتصويبة بتمريرة شيكابالا قادة مجموعة من الشباب بمناسبة اسمهم همش ناشئين الزمالك اسمهم شباب الزمالك بالمناسبة مش معنى هو بيظهروا دلوقتي يبقى معنى هم ناشئين هم ظهرين متأخر شوية لكن كل التحية ليهم شباب الزمالك مش زنبهم يعني لكن وقت الزمالك محتاجهم ظهروا بشكل كويس وما بين 20 ل 23 سنة مؤشرات لنجوم هيظهروا ولكن هعود لشيكابالا كان قائدا حقيقيا فيه لقطة بن شرقي كمان هو خارج بن شرقي على فكرة لازم يعتذر لازم يعتذر لمستر فريرة لانه هي مش مجرد نرفزها الكاميرات جايبة الشفايف فلازم يعتذر تقال عيب محترف وقال عيب امكانيات مش سهل تحصل لكن لازم يعتذر الايام اللي جاية فيه جلسة لتجديد التعاقد ربما او التفاوض وهي من الجلسات الاخيرة لكن شيكابالا حتى في مشهد زي ده كان بيقول له ما تطلعش تكلمه ما تتكلمش مع فريرة قال له ماشي خلاص شوفناها كلنا شيكابالا كان ليه دور مثالي داخل أرض الملعب شيكابالا سجل قد يكون برضو قلع التشيرت ده اللي هو اللقطات اللي بنتكلم عليها لكن ككورة انا مستغرب جدا من عدة أمور اولا فكرة خنائة الاهلي والزمالك على شيكابالا دي بتخليك احيانا تتعمي عن اللي بيقدمه شيكابالا ككورة شيكابالا في سن 36 سنة 36 سنة هو سن اعتزال ده اسمه سن اعتزال بل في لعبين بمقومات بدنية وانضباط أكتر وتركيز أكتر بيخلصوا في سنة أظهر من دي فشيكابالا في سن الاعتزال هل عزيزي المشاهد مستوى شيكابالا اللي شفتم بارح هو مستوى واحد في سن الاعتزال هل ده مستوى واحد بيخلص كورة وتلاقي ناس شفت زمالكوي بيقولهم